الآن ينضم إلينا من لندن مؤسس جمعية الملكيين البريطانيين توماس أرثر ميلز ومعنا أيضا من لندن عضو مجلس العموم السابق ووزير استراتيجية الأمن الدولي الأسبق جيرالد هاورث مرحبا بضيفي سيد ميلز دعني أبدأ معك أولا فيما يتعلق بالآن تولي ملك جديد في بريطانيا الملك شارلز الثالث والإعلان الرسمي عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أطول من حكم بريطانيا في تاريخها ما الذي نتوقع فيما يتعلق بالأيام القادمة إلى حين التشييع الرسمي للملكة إليزابيث ماتت الملكة يعيش الملك نحن نعرف أن هناك حزنا عميقا ليس فقط في الشعب البريطاني وإنما في العديد من الدول هناك نحو 53 دولة في الكومنويلت والملكة إليزابيث الثانية تركت الكثير من الأسان نعتقد أنه سيكون هناك تغطية مفتوحة للبي بي سي والرأي العام سيكون حزينا في الأيام المقبلة ونحن أيضا نتطلع إلى ملكية الملكة تشارلز هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها ما الذي يجب تحضيره لأنه لا ننسى أن هذه الملكة لم تغير الملكية منذ سبعين عاما لم يكن هناك أي تتويج ونقل للعرش لمدة طويلة وبالتالي هناك الكثير من التغييرات في الإدارات وبالتالي نحن سيكون لدينا العديد من تحضيرات للقيام بالجنازة وبطبيعة الحال سيكون هناك تأبين لها في ويستمينستر وبحسب التقوص فسيكون هناك موكب في جسر لندن وبطبيعة الحال سيكون هناك استخدار للعديد من الإجازات التي قامت بها إليزابيت الثانية ولكن سيكون هناك احتفاء أيضا بإجازاتها وهذا سيحدث في الأسبوع المقبل طيب سيد هاورث مرحبا بك معنا أيضا في هذه التغطية كما قال سيد ميلزا قبل قليل يعني الآن هناك ملك جديد في بريطانيا هذه مرحلة مبهمة بالنسبة للكثير من البريطانيين لأن الملكة إليزابيت كانت أطول من حكم بريطانيا سبعين عاما على عرش بريطانيا ما الذي نتوقع فيما يتعلق بأسلوب عمل الملك شارلز وربما التغييرات التي قد يدخلها على شكل المؤسسة الملكية في بريطانيا أولا اسمحوا لي بالقول إن الملكة إليزابيت الثانية كانت سيدة قائدة عظيمة لدولتنا وهي أيضا قادة الدول لدول الكومنويلت وكان لها مكان في العالم ولها تقدير كبير وحب كبير داخل بريطانيا وذلك في المملكة المتحدة وحول العالم وهي ضربت مثالا كبيرا وأعتقد أنه لم يكن هناك شخص مثيل لها فهي سيدة وفية ومتدينة وقامت بتحمل مسؤوليتها لمدة سبعين عاما وهذه الصور التي تستدولونها تظهر بعض المحطات في مسيرتها هي كان عمرها 96 عاما وبالتالي عاشت حياة حافلة منذ الحرب العالمية الأولى وبالتالي السيد شارلز سيتولى العرش وسيقوم بعض التغييرات هو يمارس هذه المهمة منذ وقت طويل إلى جانب الملكة وبالتالي يعرف ماذا عليه أن يفعله وكيف سيتعاطى مع التغييرات التي قد يبتغيها والتي قد تحتاج إليها دولتنا وفي نهاية المطاف أعتقد أنه من المهم أنه يعرف أنه له هذه المسؤولية كقائد للدولة والأمة والوفاء بتطلعاتها وهو قائد القوات المسلحة وكذلك له دور دستوري يتطلع به وأنا واثق بأنه سيكون هناك استمرارية في هذه المهام والناس يحبون زوجته هنا في بريطانيا كاملة وبطبيعة الحالة ابنه الذي هو الثاني في الولاية للعرش شكرا جزيلا لك سيد جيرالد هاورث عضو مجلس العموم السابق ووزير استراتيجية الأمن الدولي الأسبق كان معنا من لندن وأشكر ضيفنا من هناك أيضا السيد توماس أرشور ميلز مؤسس جمعية الملكيين البريطانيين